هرشح لك من وجهة نظر الشخصية افضل موبايلات ممكن تشتريها دلوقتي في السوق المصري من اول عشر تلاف جنيه لحد خمسة وعشرين الف جنيه اللي هي من الاخر كده بتسمى من الفئة المتوسطة للفئة المتوسطة العليا انا كمحمد لو انا مكانك ونزل اشتري الموبايلات بالضبط اللي انا هفكر فيها والموبايلات اللي انا هاخدها معايا لسنة عشرين وخمسة وعشرين هقسم لك الفئات السعرية فئة فيها فاركز معايا كده وعلى حسب الفئة السعرية اللي انت بتدور فيها او معاك في نوس على قدها هي دي الموبايلات اللي هتقدم لك قيمة كويزة قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تنساش لايكك سبسكرايبك الرائع وادفعل زرارة الدرس عشان وصلك منا دايما كل جديد لايكك وشيرك من الفئة كتير جدا في انتشار الفيديو عايزين نوصل متين الف ومشترك فيها اربعة لا انا عايزك تشد معايا او الفترة اللي جاية كمان ما تنساش تتابعني على كل المنصات التانية سبع لك دعك في الانتشار فيسبوك تنكتب كل اللي نفسك فيها تلاقي موبول اما دلوقتي بقى خلانا نخشوف تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امكي ريفيوز وخلانا نبدأ باول فئة سعرية اللي هي من اول عشر تلاف لحد احداشر الف حداشر الف وقمسمين جنيه مبدايا انا هدور عن اي اربعة وثلاثين بالنسبة لي افضل صفقة ممكن يعني اشتريها في الفئة السعرية دي وده لان الموال بقدم توليفة حلوة المعالج الضيمونيست الف وتمانين مع الشاشة الممتازة اللي تديني رؤية كويسة جدا لانها اولين الف نتس الشاشة مئة وعشرين هرتز عينها بس شكلها ان هي ووتر دروب نوتش مش شياكة قوي ولكن فكرة الشاشة مع المعالج مع كمان الكاميرا الخلفية والكاميرا الالترا ويد ودعم مقاومة الغبارة الموية والسماعات الستيريو وكمان تجريدة الالعاب في الموبايل ده وتصوير الفيديو الفور كي الحاجات دي كلها بتخليني احط الموبايل ده قراركم واحد في الفئة السعرية دي وخصوصا من الموبايلات اللي بعده من واجة نظري هي موبايلات ناقصها حاجات معينة فالموبايل ده اعتمر شبه متكامل كل اللي نقصه فكرة انه مش معا حاجة في العلبة كعادة سامسونج يعني هتجيب شاحن وكده وان شكل الشاشة مش قلطف حاجة ولكن غير كده الموبايل مليان حاجات كتيرة تعتبر كويسة وخصوصا كومبو الشاشة الاموليد المية وعشرين مع المعالج الخطير الفئة المتوسطة مش هتلاقيه في التلات موبايلات الجايين تاني اختيار بالنسبة لي هدور على موبايل حلوة جدا بالنسبة لي محترم سعر دولات يعمل له عشرة تلف ومتين جنيه من مناسبة لسامسونج يعمل له حدشر ستمية حدشر فمسمية ريلم الفل من وجهة نظري الا افتقد عن ال اي 34 انه اخد معانج اضعف شوية جي 99 كمان هنا مفيش تصوير فيديو 4K انت بتاخده 1080 بس في المقابل بتاخد شاشة بالغول بانش وحافظه في لها مقبولة معك شاحن سمعه ستين وقت والشاشة هنا 90 هارتس ممتازة ووستوحة كواس جدا فده اعتمر بالنسبة لي اقوى تاني اختيار موجود اخر اختيارين بالنسباني هو الريلم 12 الفور جي والاوبو رينو 12F النسخة الفور جي وانا برشح الريلم 12 الفور جي في المرتبة التالتة من وجهة نظري وانا اخده مميز الشاشة بصراحة قوية جدا امولد 120 بتوصل معك لألفين نتس والحواف اقل من السامسونج واقل كمان من الريلم 11 ولكن المعالج يعتبر ابعد من الموبايلين الاولينين بكتير 685 مش قد كده معالج كحنو جدا في الاستخدام اليومي مع سوفتور ريلم اكون مستريع جدا ولكن للأزف كأداء العاب المعالج ده اضعف من جي تسعة وتسعين واضعف من الالف وتمانين بحبة حلوين يعني بس في السماعات ستيريو بقى اللي مش موجودة في الريلم 11 وفي نفس الوقت عندك الشحن السماعة وستين وقت البطرية الخمسة الاف ميلا امبير قوة الشبكات ان الشبكات اقوى من سامسونج عامة في الريلمي و اوبو فعلى حسب انت بتفضل ايه واخيرا طبعا الوبو ريلم 12F بيجي بنفس المعالج الموجود في الريلمي 12 الفور جي وبيجي بنفس الشاشة برضو الاموليد الممتازة اللي ما عنديش على اي اعتراض تماما ولكن الحفة السفلية اقبر شوية من الريلمي 12 اوبو بقى بيقدم شحن خمسة واربعين وقت مش سبعة وستين وقت زي الريلمي 12 الفور جي فيعتمر الوبو نفس بالضبط الريلمي 12 الفور جي مع تنازل في حتة الشاحن بدل ما هو سبعة وستين بقى خمسة واربعين وتنازل في الحواف بتاعة الشاشة وكمان تنازل في الكاميرا الاساسية الخلفية انا شاب بصراحة اللي موجودة في الريلمي 12 بتقدم نتيجة افضل نيجي بقى من فئة اتناشر لاربعتاشر الف جنيه ودي بالنسبة لي اقوى فئة دلوقتي في السوق ممكن تشتري فيها موبايلات اول موبايل بالنسبة لي هو الريلمي 12 برو اتكلمت عن الموبايل دا واخترته كموبايل شخصي وقلت انه اقوى صفقة موجودة حاليا واللي بيميزه تصميمه الشياكة جدا الجلد الممتاز جدا اللي يعتبر مميز عن اي موبايل تاني الشاشة الخطيرة الاموليد المائة وعشرين اللي استعب يوصل ل 950 نتس مشكلتها زي ما قلت في الفيديو الكابل هسيبوناك انا في الايفور قلت لك ان الشاشة دي عبها عشان كيرف انها بتحتاج سكرين غالي من النوع يو في ولكن ما عندش اي اعتراض تماما اداء محترم جدا كاداء يومي مع مع معلج محترم جدا 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 واداء الالعاب يعتبر كويس جدا ميدي لك ساعات في اغلب الالعاب ستين فريم عاد مفيش ايه مشكلة وانا اصلا مش جيمر فعشان كده ده اختياري الاول سماعة ستيريو شاحن سبعة وستين واط حاجة القوية جدا اللي فيت اجربت الكاميرات مع كاميرا اساسية كاميرا الترا ويت كاميرا تين فوتو اتنين اكس صور ممتازة اوي الصراحة وكمان عندك تصوير فيديو فور كي الكاميرا الامامية برضو تصويرها حلوة جدا ولكن مشكلتها كانت بالنسباني الفكرة تصوير الفيديو بس الف وتمانين مش فور كي للاسف واللي مخلينا حط الموبايل ده في الاختيار الاول ان سعره كمان نزل اكتر من مانا شريم ما دلوقتي بيوصل لاثنشر الف ومتين جي دي كمان في بعض الاماكن فدي حاجة تعتبر ممتازة تاني اختيار بالنسباني هو الكونر اكس ناين بي لو انت مش حابب الريلمي تولف برو ده احسن موبايل من وجهة نظري ييجي بعد الريلمي بتاخد نفس المعالج مع مستقر جدا وسالس قوي شاشة قوية سطوها اعلى من الريلمي وطبعا ضقتها اعلى من الريلمي وان بوينت فايف كي وهي اخدت بالنسباني احسن شاشة في الفئة المتوسطة والشاشة سطوها بيوصل لالف ومتين نتس فدي حاجة خطيرة صراحة ولكن للأسف الموبايل ده نحطه ليه بعد الريلمي عشان هو اغلى من الريلمي شوية باتنشر سمومية اتنشر تمنمية وكمان الموبايل بيجيب سماعات مونو ومشي استيريو للأسف وبيقدم كاميرا اساسية كاميرا الترويد محترمين وبرضو مفوش الكاميرا التو اكس وعلى فكرة انت معاك بطارية قوية اكبر حجمة بطارية خمسة تلافة وتممية ميل امبار ومعاك سرعة شاحن محترمة جدا خمسة وتلاتين وطبع لو انت مش عاجبك ما الونر اكس اناين بي جي تلت اختيار بالنسبة لي سامسونج اي خمسة وتلاتين اختيار قوي جدا 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 ومن الاقوى الاختيارات اللي موجودة وحاليا سعره 12600 للنسخة 828 وده اللي انصح بها الصراحة لان الـ 856 سعرها 14 وبصور اللي بيماز الموبايل ده من وجهة نظري الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترويد كصور والفيديو اللي بيخرم من الكاميرا الامامية الفوركي المحترم جدا والوان شاشة سامسونج الخطيرة مع الـ 120 واردس مع الضهر للازلز الفخم جدا دي حاجات مميزة جدا في الـ A35 وكمان دعم قومة الغبار والموية ولكن كفكرة شكل الشاشة وحاوفها مش احسن حاجة ريلمي وأولر افضل كفكرة ان الموبايل بيجي من غير اي حاجة في العلبة دي وقت تعيب كمان الموبايل سرعة شحنه بطيئة جدا 25 وقت وما فيش اي حاجة في العلبة وكمان الموبايل يعتبر في الشبكات اضعف من أولر واضعف من ريلمي اما بالنسبة بقى للمركز الرابع بالنسبة لي هيكون رينو 11F سعر دي وقت 11100 جنيه يعتبر كويس جدا ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي الشحنة 67 واط التصميم الممتاز الكويس الى حد الماء ولكن خد بالك التصميم ضعيف شوية بس انت كده هتحطه في جراب بيدعم طاومة المية زي ريلمي IP65 دي حاجة كويسة شاشة اولد 120 يارتس محترمة جدا برضو ما عنديش علاق اي اعتراض تماما سطوعها بيوصل فعلي لـ 1110 بصراحة الموبايل بيقدم توليفة حلوة ولكن مشكلته بالنسبة لي انه برضو سماعات مونو وان التصميم ضعيف شوية اضعف من بقية المنافسين واخيرا الريلمي 12 بلاس وما تفهمنيش غلط ريلمي 12 بلاس هو افضل من الـ اوبو رينو 11 اف ولكن ليه انا رتبت الـ اوبو رينو 11 اف عنه لان الريلمي 12 بلاس حاليا سعره غالي 13800 جنيه لكن الـ اوبو سعره 1200 ولكن لو حطيت الاتنين قصاد بعض في مقارنة هقولك كم وصفات وتجربة ريلمي 12 بلاس تجربة حلوة لانه شمع بالضبط الريلمي 12 برو ولكن ما فيش كاميراتو اكس المعالج اضعف شوية في الاستخدام اليوم السبعين خمسين ولكنه اقوى في تجربة الالعاب الشاشة مسطحة مش كيرف 120 برضو ولكن سطحها اعلى شوية بيوصل لالفين نتس عندك مدخل تلاتة ونصف ميلي اللي مش موجود في كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها ولكن زي ما قلت لك الموبايل سعره عالي فلو انت بتظهر على الكمبال مزبوط بمدخل تلاتة ونصف ميلي ده اكد هيكون اختيارك فات سعره من خمستاشر لطمانتاشر الف جنيه واول اختيار بالنسباني هو السامسونج اي خمسة وخمسين النسخة الميتين ستة وخمسين مع تمانية رقم الضمان الدولي بصراحة ممتازة سعره بتتكلم في خمستاشر الف ومتين جنيه والموبايل ده بصراحة محترم جدا تصميم ازاز فريم معدن كاميرات قوية جدا شاشة ممتازة بصراحة خطيرة حوفها كمان اقل من اي خمسة وتلاتين الف نتس مئة وعشرين يارتز اداء قوي جدا اجزونوس الف ربعمائة وتمانين ممتاز ومعك تمانية متل ستة وخمسين وعندك كمان خاصية لو انت بتدور عليها بطارية قوية جدا سماعات استيريو تصور فور كي في الكاميرات الخلفية وكمان في الكاميرا الامامية وبصراحة الموبايل ده عمرة عن كاميرات متحركة هو فعلا فتصوري للصور ممتاز اما بقى لو انت بتدور على موبايل تجربة الالعاب بقى تجيب البوكو اكس اكس برو ده سعره تقريبا خمستاشر وتسعمية وده موجه للالعاب قوي مع دايمنست تمنتناف تلتمية ده جيمينج قوي بقى لو انت بتاع جيمينج وتسعين فريم وكذا هتكون لبسوط ولكن تجربة على معضها بالنسبة لي سامسونج اي خمسة وفمسين افضل فبقى بحب السامسونج وبمشي هينفعني البوكو عشان ده بتاع العاب طبعا انا عايز موبايل مستقر في النص يعني عندك موبايلين الصراحة الاول رضا انت وده موبايل قديم شوية بقى له سامتين تقريبا في السوق بيجي من السلاب دراجون سيبن جين وان وبيجي بشاشة خطيرة الشاشة دي انت فلكر على فكرة بتحافظ على عينك والموبايل كون بحلو الصراحة ولكن للأسف بيجي بسماعات مونو ومشي استيريو بس هو خطير واقوى من الاختيار التاني اللي انا اكلمك فيه بس مشكلته انه قديم انت بقى قايز حاجة جديدة من شركة قوية جدا وكبيرة عندك الاوب رينو 11 الفايف جي سعره بيتكلم في حدود الستاشر الف جنيه اللي بيميزه من وجهة نظري سوفتوير اوب المستقر الكاميرا الاساسية والكاميرا التو اكس اداءهم ممتازين وخصوصا انه اولر مفوش كاميرا تو اكس زي الاوبو وعندك شاحن صاروخ سبعة وستين واط سماعات استيريو قدبك اربع موبايلات من خمساشر لتمنتاشر اختار بقى انت اللي اعجبك على حسب استخدامك وانت بالترجط ايه بالزبط اما بالنسبة بقى من تمنتاشر لعشرين الف جنيه فانت عندك اختيارين انا اختيار كاداء على بعضه موبايل كله على بعضه كده وانا يجي دور سعره عشرين الف جنيه للنسخة ضمن المحلي النسخة المتين ستا وخمسين جيجا دللي انا بتكلم عنها شاشة خطيرة جدا ممتازة بقى اقل حواف والشاشة اسطعها بيوصل لاربع تلاف نتس في البيك مية وعشرين هيرتز وان بوينت فائف كي توليفة كاميرات خطيرة وعايز اقول لك ان الكاميرا اللي تفديلك صور اتنين ونص بتوصل معاك لخمسين اكس عندك سماعات استيريو بطارية خمس تلاف ومتين ميلا انبير شاحن ميت وات موبايل متراشق امكانيات وفعلا من اقوى الاختيارات اللي انا برشحها وعندك اختيار موجه للجيمينج بقى انت عايز اداء قوي بقى تبقى في عندك البوكو اف سيكس ده تلعب يا بشا مية وعشرين فريم ولكن ده مش للاستخدام المتكامل ومش لتجريدت الكاميرات والكلام ده اونر توهندرد هو للاستخدام المتكامل وتلعب علي من غير ما يزعلك مية وعشرين تسعين فريم هتروح للبوكو اف سيكس وهتتنازل عن الكاميرات وبقيت الحاجات التانية من واحد وعشرين لحد تلاتة وعشرين الف جنيه عندك كزا اختيار مازال معنا ما زلت برشحه في فقات من واحد وعشرين لتاتة وعشرين اتخذ النسخة الخمسمية واتنشر ولكن عندي ترشيح اقوى هو اقوى ترشيح بالنسبة لها حاليا هو الفيفو تصميم من الازاز شكله مختلف بيجي بمعماريتين لمقومة الغبار والمية اي بي تمانية وستين و اي بي تسعة وستين مش موجودة غير على موبايل واحد بس حاليا لحد الان على فكرة غير الفيفو اللي هو سلسلة شاوم الجديدة كمان انت عندك شاشة مرعبة موجودة اولة مية وعشرين يارتز كل الارقام اللي بتحكر فيها موجودة وبتوصل ل 4500 نت سطوع كاميرات بالتعاون مع عزيس وبيقدم لك صور تحفة بالنسبة لك الكاميرا الاساسية كاميرا الالت رواية كمان الابعاد البقارية اللي بيديه لك التمانية وعشرين ملي والخمسة وتلاتين ملي والخمسين ملي فعلا الموبايل قوي جدا شاحن تمانين وات بطارية ممتازة جدا وتنازلاتها تكاد تكون معدومة زي مسلا الفرام البلاستيك مسلا ده من ضمن التنازلات او مفيش مدخل ثلاثة ونص من لي لكن غير كده الموبايل فعلا مقتسح كل الموبايلات اللي معاه لو انت مقه مش حابب اونر ومش حابب فيفو ففي اختيار تالت هو النسخة الفايف جي نزل في مصر ضمان محلي بسعر تلاتة وعشرين الف جنيه طبعا هو الاونر والفيفو اقوى منه ولكن مازال او اختيار حلو جدا بس ساعة تنازل تاخد تصميم من البلاستيك هتاخد معالج سبعة تلاف تلتوبية معالج محترم جدا مفوش اي مشكلة شاشة ممتازة برضو كل اللي نفسك فيه والشاشة الكيرفو والسطوع بتاعها عالي كل حاجة كاميرات ممتازة والصور اللي بتخرج منه كويسة جدا والكاميرا الانمية في حلوة وعندك شاحن تمانين وط وبطارية ممتازة برضو تعتبر التوليف حلوة ولكن انا وجهت نظر بصراحة بعد كده بعد كده في الاخر النسخة واخيرا بقى لو انت عايز موبايل من اربعة وعشرين لحد خمسة وعشرين الف جنيه اخر فلا سعرية معايا اول ترشيح هو الايفون سيرتين انا شايفه اقوى ترشيح دلوقتي موجود سعر وصل لاربعة وعشرين الف وخمسمية وده يعتبر رقم ممتاز على الايفون سيرتين حاجة فخمة بقى تصميم من الازات سفرين من المعدن الشاشة بس هيالي صغيرة ولكنها شاشة سوبر ريتنا اكس دي ار بتاعت قابل الشاشة اللي الوانها خطيرة كل حاجة فيها ممتازة تجربة تصوير فيديو ومش هتلاقي زيها في اي موبايل تاني تجربة تصوير صغيرا قوية وتنافس المعالج الممتاز جدا اللي بيدي لك اداء قوي ففعل الموبايل بيقدم شوات حاجات على فئة السعرية تعتبر خطيرة وخصوصا ان السماعات الاستيريو غير اي موبايل في الفئة السعرية لان ده كان موبايل في لاجشب يوما ما طيب نترشيح بالنسبان لي لو انت جيمر قوي وعايز حاجة موجهة للالعاب هجيب البوكو اف سكس برو عشان خطر المعالجة الاسناب دراجون مش حابب الايفون سرتين ومش عايز موبايل للالعاب ففيه موبايل في النص اول سامسونج سعره بتروحه في عدود ال 24000 والبوكو سعره بتروحه في عدود ال 24800 فكلهم في نفس الفئة السعرية سامسون بتروح له امتى لو انت مش حابب الايفون سرتين وعايز حاجة من سامسونج شاشة بقى مية وعشرين مش هيكل معاك شاشة بايفون وشكلها والناس غيرها وستين هيرتز وعيزة بتحس حاجة مية وعشرين بتحب سوفتوير سامسونج وبتحب تجربة سامسونج عمد الفلاستوين تسري اف اي موبايل ممتاز بالسنة ترتيني ايفون سامسونج في الاخر خالص لتجربة الالعاب تجيمر بوكو ايف سكس برو دول اهم الموبايلات اللي موجودة من عشرة ل 25000 جنيه ان لو انا مكانك كمحمد هشتريهم وهفكر فيهم دي كل الاختيارات اللي انا قلتها لك اكيد ما تساش تتابعنا على كل المنصات ما تساش لايكك سبسكريبك انا واتفعل زروا بجراز شانو وصلك منا دايما كل جديد وكالعادة انتظر من الفيديو جديد سلام